السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التطبيقات الكتابية المدرجة دائما ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الأولى الحضارة المغربية المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع تطبيقات كتابية في دفتري صفحة 36 أقرأ النص قراءة صامتة ثم أكمل ضبطه بالشكل التام إذن دائما كما أصيكم القراءة الصامتة ثم نقرأ بصوت مرتفع قراءة صامتة على الأقل خمس مرات أقل شيء خمس مرات قراءة صامتة إذن يتشكل النسيج العمراني المغربي عموما من مساجد وقصور وغيرها الفضاءات متسمة بمميزات خاصة كانتشار النوافير داخل الأبنية داخل الأبنية واتخاذها مركزا لانطلاق رسومات بأشكال متعددة وتزاويق بألوان مختلفة مما يجعلها أكثر إثارة للأنظار وأقوى سحرا للعقول الحيطان شاهقة الارتفاع مزخرفة تتوسطها قباب مستديرة أو مستطيلة زادت المنظر بهاء ورونقا الممرات مجتملة على أقواس مرتبة يشكل بعضها ضوابة تؤدي إلى الخارج أعيد قراءة النص مرة ثانية وأخيرة يتشكل النسيج العمراني المغربي عموما من مساجد وقصور وغيرها الفضاءات متسمة بمميزات خاصة كانتشار النوافير داخل الأبنية واتخاذها مركزا لانطلاق رسومات بأشكال متعددة وتزاويق بألوان مختلفة مما يجعلها أكثر إثارة للأنظار وأقوى سحرا للعقول الحيطان شاهقة الارتفاع مزخرفة تتوسطها قباب مستديرة أو مستطيلة زادت المنظر بهاء ورونقا الممرات مجتملة على أقواس ورتباء يشكل بعضها بوابة تؤدي إلى الخارج أفهم مما يتشكل النسيج العمراني المغربي إذن يتشكل النسيج العمراني المغربي عموما من مساجد وقصور وغيرها يتشكل النسيج المغربي العمراني المغربي العمراني المغربي من مساجد وقصور وغيرها يتشكل النسيج العمراني المغربي من مساجد وقصور وغيرها ما أوصاف الحيطان والسقوف إذن الحيطان شاهقة الارتفاع ومزخرفة ننتقل أطبق أستخرج من النص ثلاثة أفعال إذن لدي الفعل الأول يتشكل زادة زادة فعل زادة وكلمة تؤدي فعل تؤدي إذن الأفعال يتشكل زادة تؤدي يتشكل زادة تؤدي السؤال الأول من التراغ السؤال الثاني أبين في ترسيمتنا مع كل فعل إذن لدي يتشكل زادة وتؤدي إذن يتشكل فعل مضارع يتشكل أنتما أكيد ستكتبوا بسير أزرق قلم حبر أزرق يتشكل زادة فعل زادة في زمن الماضي وتؤدي أيضا في زمن المضارع تراكيب أستخرج من النص جملتين فعليتين إذن الجملة الأولى يشكل بعضها بوابة تؤدي إلى الخارج يجعلها أكثر إطارة للأنظار إذن يشكل بعضها بوابة تؤدي إلى الخارج والجملة الثانية يجعلها أكثر إطارة للأنظار السؤال الثاني أنتج جملتين فعليتين بالاستعانة بالأفكار الآتية إذن الفكرة الأولى انتشار نوافير داخل الأبنية إذن تنتشر النوافير داخل الأبنية أو انتشرت النوافير داخل الأبنية كلا الجملتين صحيحتين نقول انتشرت النوافير داخل الأبنية أو تنتشر نوافير داخل الأبنية الممرات مشتملة على أقواص مرتبة تجتمل الممرات على أقواص مرتبة إذن انتشرت النوافير داخل الأبنية أو تنتشر ممكن أن نقول أيضا تنتشر نوافير داخل الأبنية بالنسبة للجملة الثانية الممرات مجتملة على أقواس مرتبة تجتمل الممرات على أقواس مرتبة الإملاء أعطي خمسة كلمات للمفرد المؤنت بعد الألف والجمع المذكر بعد الألف مختمة بتاءات مربوطة يعني بتاءات مربوطة إذن المفرد المؤنت بعد الألف حياة صلاة شاة فتاة وفاة المفرد المؤنت بعد الألف أعيد حياة صلاة شاة فتاة وفاة الجمع المذكر بعد الألف سعات مفردها ساع قضاة مفردها قاض رعاة مفردها راع هداة مفردها هاد ولاة مفردها وال إذن سعات قضاة رعاة هداة ولاة انتقل للإنتاج أعبر عن المشهد بجمل فعلية ثم أربط بينها لأقوين فقرة مرقمة بالعلامات المناسبة إذن هذا المشهد عمد يعبر عن الفن المعماري المغربي لاحظوا معي الذي يتميز بحيطانه الشاهقة شاهقة الارتفاع وأيضا يشميل على أقواص مزخرفة بنقوش جميلة يمكننا إضافة فماء بها عمرانا المغربي إذن يعبر هذا المشهد عن الفن المعماري المغربي الذي يتميز بحيطانه الشاهقة الارتفاع ويشتمل أيضا على أقواص مزخرفة بنقوش جميلة فما أبهل عمرانا المغربي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة اشتركوا في القناة